مباراة مهمة جداً كالعادة يعني مباراة النادي الأهلي في هذا التوقيت هي مباراة هامة جداً ثلاث نقاط يبحث دائماً النادي الأهلي عنها حتى في عز ما هو تعبان أو هو عنده إصابات أو هو كذا أو هو كذا النادي الأهلي لا ينظر إلا للثلاث نقاط فقط النهاردة مباراة مهمة جداً الحقيقة النادي الأهلي دائماً محدد هدفه هدفه اللي هو الوصول لقمة الدور العام هو ده اللي بخلي الناس كلها عملاً تعمل كده والله اسمعوا كلامي هو ده اللي بخلي الناس كلها تعمل كده ان النادي الاهلي اه ايه هو النادي الاهلي ماشي كده ليه و النادي الاهلي مش هيوقع ها طيب دي لقطات على لواء مباشرة زي ما حضراتكم شايفين اه توجه اه لعب النادي الاهلي الى اه ملعب المباراة او في الطريق الى ملعب المباراة والخروج ادي مستر مارتن لاصارتي المدير الفني للنادي الاهلي وفي طريقه الى الوتوبيس وبعد كده حينتقله ان شاء الله الى ملعب المباراة زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها لا تفكر هو ليه النادي الاهلي كده هو ليه النادي الاهلي يماشي بها دي الطريقة في ظل الاصابات الكتيرة اللي عنده وعمالين يخبط فيه من هنا ومن هنا ومن هنا وماشي في طريقه وماشي بشكل كويس فالناس بتاني تقلق فمعلش اعذروا الناس اعذروا دايما الناس وما فيش اي مشكلة اللي يقلق احنا قدها ان شاء الله هنفضل ماشين زي ما احنا زي ما قلت لكم هنفضل ماشين في طريقنا لا ننظر الى اي شيء الا الهدف اللي قدامنا هدف اللي قدامنا هو الدوري العام هنوصل ان شاء الله للدوري العام هدف الكاس هنلعب في الكاس وان شاء الله لو المباراة اجلت واللي حصل ونشوف قرار مجلس الادارة هيبقى ايه خلال الفترة اللي جاية هنعمل فيه وحنفكر فيه بعد كده هنفكر في البطولة الافريقية عايزين نصل الى نهاء البطولة الافريقية ونفوز بالبطولة الافريقية هو ده النادي الاهلي لا يفكر فيه اي شيء اخر ولا يفكر فيه اي محاطرات اخرى ثلاث نقاط